في عام 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية ولم تكن في حينها الصين التي نراها اليوم في ذلك الوقت كان الناتج المحلي الإجمالي للصين تريليون دولار فقط بينما كان الناتج المحلي للولايات المتحدة يفوق الأحد عشر تريليون دولار عامي 2001 و2018 تقلص الفارق بين الاقتصادين الأكبر في العالم إلى حد بات يقلق صناع القرار في أمريكا فالصين نمى اقتصادها 800% ووصل ناتجها المحلي إلى 12 تريليون دولار بينما نمى الناتج المحلي الأمريكي من 11 تريليون دولار إلى 19 تريليون دولار عن نفس الفترة وبنسبة نمو 72% فقط وإذا ما أخذنا في الاعتبار عدم انتظام نمو الاقتصاد الأمريكي مقارنة بنظيره الصيني فإن الصين قد تكون هي الدولة الأولى التي تزيح الولايات المتحدة الأمريكية من صدارة أكبر اقتصاديات العالم بعد أن تربعت عليها 125 عام مضت كل هذا النمو أثار قلق أمريكا فبعد أن طالب أوباما في عام 2009 الصين بتعويم سعر صرف عملتها عاد خلفه ترامب ليفرض رسوما ب60 مليار دولار على الواردات الصينية بسبب ما يعتبره استيلاء غير عادل على الملكية الفكرية الأمريكية وهي خطوة قد تؤدي إلى تصاعد العلاقات التجارية المتوترة وربما تكون الصين هي من يدفع الثمن الأكبر في خضم هذا التصعيد إذ يشهد الاقتصاد الصيني تباطئا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي ومعدلات التصنيع في الأعوام الأخيرة الصين من جهتها تحذر استيراد اللحم من الأسواق الأمريكية بالإضافة إلى وضعها قيودا عدة تعيق الدخول إلى القطاع المالي الصيني أمام المستثمرين الأمريكيين علاوة على فرض الصين لضرائب على السيارات المستوردة من أمريكا وكل هذه العوام المتجمعة ساهمت في زيادة العجز بين الولايات المتحدة والصين